عندما تبقى حايرة ستحضر الى قوتي ونضيب عينيك مغمضين ونجرب هذه الكيكة التي تجي رائعة بطريقة بسيطة اول حاجة نبدأ بها كان اخ 3 كيسان دقيق نغرب لهم نضيف عليهم علقة كبيرة كاكاون مور يكون نوعية جيدة و الجوج الخمارة حلوة كل واحدة الوزن 8 جرام يعني المجموعة 16 جرام سوف نخلط هذه المكونات ومباشرة من بعد نضيف 1 كيس السكارب اضفت كاس الحليب كاس الزيت وكاس السكر اضفت 4 كاس الماء دوبت فيه معلقة صغيرة مملوئة جيدا دي القهوة سريعة الدوبان سوف نخلط هذه المكونات مزيان مع بعضياتهم هنا في الاول يغيب لكم بان الخالد يكتقيل واحد شوية ولكن ما زال غادي نخفوه بالخل نضيف واحد جوج حتى ثلاثة المعالقة كبار دي الخل يجيبها لنا شيشة ومفشفشة وقطنية تجي واحد الكيك اللي رائعة بسف وفيها واحد المداقات اللي يعني كيتوتو بسف مع بعضياتهم المداق دي القهوة المداق دي الكاكاو الشوكولاتة وايضا المداق دي الكوك سافي هذا هو القوام دي الكيك اللي اخي سكم تحصلوا عليه كناخدها وكنفرغها في واحد المول دي الكيك اللي غديدخل الفران كنفرش لي ورقتها في الاسفل باش هكا كنديمو لها بكل سهولة وفي الجنب رغي كندهنهم بسيت وكرشهم بالتقيق الفران كيكون طافي حتى كندخل الكيك وكنشعله على مية وخمسين درجة نار فقط من الاسفل كنخليها كطيب تقريبا ناربعين دقيقة كنشعل علام الاعلى غير واحد خمسة عشر دي دقيق سافي وكنخرجها كنخلي حتى كتبرد كنديمو لها وكنقسمها على جوج غير بسيكين هكا وكندوزه من الواسط سافي غدي نحتفظ بها جانبا وكندوز باش نحضر كريمة الكوك اللي كدشي رائع والديدة بزاف وكتواتع مع هاد الكيك غدي نحتاج ثلاثة المعالق دي السكر ثلاثة المعالق دي النشا ثلاثة المعالق دي الكوكو من الاحسن يكون نوعية جيدة يكون مية الدم باش يعطينا ذيك البنة وذيك المضاق ديالو كنضيف الحليب غدي نحتاج جوج كيسان دي الحليب كنضيف الكاس اللويل كنخلط مزيان عاد من بعد غدي نضيف الكاس الثاني وكنحتى فوق من النار مع التحريك المستمر مدزقوش على نهائيا من التحريك حتى كتعقاد الكريمة وكتولي به هاد الشكل هذا سوف نضيف معالقة كبيرة دي الزبدة وكنضيف 51 جرام دي الشوكولاتة بيضاء اللي كنكون دوبتها كل ما كانت الشوكولاتة بيضاء نوعية جيدة غدي تعطينا مضاق بنين للكريمة ديالنا وإلا ما كانتش نوعية جيدة فكتستعملوا النوعية العادية تقريبا واحد عشرين حبة سوف نخلط مزيان مزيان هديك الشوكولاتة مع الزبدة حتى كتدوبنا ذيك الزبدة في وسط مل الكريمة وكنحصل على واحد الكريمة اللي كتكون متجانيسة ندوز من بعد ناخد اول قطعة ديال الكيك كنديرها كف ايطار وكنسقيها بالقهوة اللي ممكن يبغيش المضاق ديال القهوة كتير يسقي بالحليب او لا يدير سيرو ديال السكر والماء وطريف ديال الحامض ويسقي بالكيك سوف نضيف طبقات ديال كريمة الكوك وغدي ناخد القطعة التانية ديال الكيك حتى هي كنسقيها بالقهوة وغدي نوضعها فوق من هاد الطبقة هدي غير هو القالب اللي طيبة فيه الكيك كان القطر دياله من الاسفل صغير تيتم غادي وكي بدك يكبر وبالتالي القطعة التحتانية ماشي قدها قد القطعة الفوقانية وبالتالي ما بغادش تدخل في هاداك الايطار ليش ديناب به العبار ديال القطعة اللي كتكون في الاسفل ما عاشوش فهمتوني ولا لا مهم تهرسات شوية ذيك الطبقة الفوقانية ولكن معلش هنا يخديت شوكولاتة سوداء عادية ضفت لها معلقة كبيرة مملوة جيدا ديال شوكولاتة الخاصة بالتهن واربع كاس ديال الحليب كان بدك نضيفه غير بالتدريج هنا يغاتب لكم بان الشوكولاتة بحليلة خسرات بحليلة تحببات ما تخافوش منها نهائيا كتضيفو الحليب وكتخلطوه مزيان 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 من بعد كارجا عندها واحد القوام الكريمي بحال فاش كنديرو الشوكولاتة مع الكريمة سائلة نفس القوام غادي تحصلو علي شوفو معي القوام ديال شوكولاتة كيفاش كاتولي حاولت ما نقطعش لكم هاد المقطع نهائيا باش يعني فاش تجربوها ما تقولوش انا خسرت لنا الشوكولاتة بالعكس تستمرو حتى تحصلو على نفس النتيجة سوف يدرت هذيك الطبقة ديال شوكولاتة فوق من الطبقة ديال كيك خليتها تبردت تماما تقربا واحد ساعتين في التلاجة كنحلها كامل جوانب وكندمو لها بكل سهولة من بعد كنبدأ كنقطعها الموس اللي كتقطعو به يكون ماضي مزيان وكل مرة كتقطعو به كتغسلوه وكتتمسحوه او لا غير كتتمسحوه كتعودو تقطعو به باش يبقى وعدنا ذوك الطبقات بينين وذيك طبقة ايضا ديال كريمة الكوك متوسخش بالشوكولاتة وتبقى لنا بينها سفي الدزين هنا كيبقى اختياري على حساب الطوق ديال كل واحد وعلى حساب شنو متوفر عند كل واحد وهذا والشكل نهائي ديال الكيك ديال يشوفوا معي ما شاء الله كيفاش كتجي كتجي رائعة ولديدة والاهم انها كتجي شيشة وفسية الواحد درجة ما تخيلوهاش وبطريقة كيف العادة بسيطة وف متناوى الجامعة تنتمنى فعلا انكم تجربوها ما تنسوني شمال لايكاتكم وتشجاعتكم ما تنسوش تنضموا الحساب بعنوال حدقة باش بقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وشيبات لك نشارك معكم وإلى اللقاء